وصبح عليكم مرة تانية مشاهدينا وخلونا نستعرض دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وهنبدأها بالقاهرة وبالتحديد من كبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية بسيطة لسيارات القادمة من الجيزة ويواخد اتجاه مناطق وسط البلد فيه كثافات تانية في الاتجاه العكسي نفس الموضوع في ميدان التحرير ومتجه لمدينة نصر ومحور النصر كمان بتظهر كثافات متحركة في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري أما نفق الأذر بيشهد ظهور تباطؤ في حركة المرور للقادم من صلاح سالم ورايح لميدان الأوبرا أو العكس كمان بتظهر بعض الكثافات المتحركة بالمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كبري أكتوبر والحد شارع أحمد سعيد هنكمل جولتنا ونروح لشوارع الجيزة في كثافات على طريق المحور اللي قادم من ميدان لبنان أما المتاجه إلى مدينة أكتوبر في كثافات مرورية وده بسبب نتيجة تحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل والعودة مرة تانية للمحور وكمان لو رحنا لمحور صفت بيشهد كثافات مرورية بتزيد طبعا قبل إشارة جامعة القاهرة شارع الهرم كمان بدأت تظهر عليه بعض الكثافات نتيجة التحولات المرورية الموجودة هناك كمان هناخد بالنا طريق الدائري القادم من أكتوبر لازم الاتجاه من نفق حازم حسن ويروح لمحور 26 يوليو أو محور رودر فرج كبديل للطريق أما القادم من طريق الواحات يفضل استخدام الطريق السياحي الجديد تظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع طبعا دخول الموظفين للجامعة كمان بدءا من نزلة كبري فيصل لحد شارع التحرير في بعض الكثافات المرورية وظهر كمان كثافات أعلى كبري الجامعة وانتقل هناك رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق وفي شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة وخصوصا على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية وطريق عطمان أحمد عطمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم كلها فيها سيولة مرورية معادة بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر على حركة المرور أبدا أما المتاجه لبور سعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بور سعيد من منطقة القناة لجنوب السعيد هنكمل جولتنا في محافظة سهاج وهنبدأ فيها من محطة قطر سهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية هنمشي كمان ونكمل ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية وفيه بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات مرورية وفيه كثافات نسبية كمان على طريق مستشفى جمعة سهاج كمان فيه كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الزروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير بكده خلصت جولتنا المرورية وهنرجع مرة تانية لمصطفى ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا شكرا لك يا لابا